انا العجيبي بمريوت يقدم قصة حياة القديس العظيم البابا كيرينيس السادس بمراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريس أسقف كرسي ملوي وأنصنا والأشمونين والمشرف على الدير يا عم بشارة في حد لسه في العيادة؟ أيها دكتور وديع فيه الأستاذ كامل بر خليه يدخل حاضر أهلا يا أستاذ كامل أهلا أهلا بك يا دكتور اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش من أسبوع طبعا هو كان قليل لدكتور إن يشوف أخويا بين الحياة والموت ومش قادر أعمل حاجة ولا حد تاني للأسف كان يقدر يعمله أي حاجة لأنها كانت حالة سرطان في المسانة جبت معاك نتيجة الفحص من المعمل؟ أيوة جبتها أنا مش عارف ليه حضرتك طلبت تعيدها مرة تانية لأن النتيجة اللي أنت جبتها قبل كده كانت مش منطقية أبدا كانت لواحد تاني الفرق بينها وبين التحليل اللي قبلها كان فضيع أنا عارف السبب طب تعالى بقى اشتغل معايا في العيادة طالما قررت تسيب المحامة وتشتغل دكتور ها واريني نتيجة الفحص اللي معاك اتفضل يا ربي حاجة عجيبة دي نفس النتيجة اللي فاتت منطقة الورم سليمة تماما وكأنه عمرها ما كان فيها سرطان وكل الأنسجة خالية من الورم تماما مع أنه كان ورم من الدرجة التانية حاجة عجيبة حصلت بين يوم وليلة دي معجزة هو ده السبب بقى اللي أنا عرفته وحضرتك ما صدقتنيش هيا فعلا معجزة طب ممكن تشرح لي من فضلك الحكاية ببساطة أن بعد ما حضرتك قلت لي أخرج أخوي حبيب من المستشفى لأن حالته تأخرت حسيت باليأس وبعد ما أخدته على البيت وقعدت حزين كان في قدامي صورة كبيرة لقداسة البابا كيرولوس السادس القديس العظيم وفضلت باصس للصورة وطلبت من البابا كيرولوس يتدخل طلبت من ربنا الشفى لأخويا بشفاعة القديس العظيم ده وفجأة خرج من الصورة نور شديد وحسيت أن دي علامة على استجابة ربنا لشفاعة قديسه وأنه أكيد هيمن على أخويا بالشفى وعملنا التحليل وجبتها لحضرتك لأن حضرتك ما صدقتش أن دي تحليل أخويا اللي أنت عارف حالته كويس وطلبت نعيدها وديك شفت الإعادة وعرفت السر أيوة عرفت السر العظيم أنا مستغرب عمري ما شفت حاجة بالإعجاز ده البابا كيرولوس ده لازم لي مكانة كبيرة قوي عند رب المجد البابا كيرولوس ده قديس عظيم راجل ينطبق عليه تماما وصف رجل الله أنا عارف أنك بتخدم في الكنيسة أستاذ كامل بنعمة ربنا بحاول أوصل كلمة منفعة للأجيال اللي جاية وأنا كمان بتعلم حاجات كتير قوي من وجودي في الخدمة يا بختك أنا شغلي واخد كل وقتي ما عنديش أي وقت للإراية عن القدسين معرفة القدسين دي باركة كبيرة يا دكتور والواحد بيشوف سرتهم ويحاول يتمثل بيها لكن واضح أن البابا كيرولوس ده باركة كبيرة جدا جدا ده شفيع لتنا هو ومارمين العجيب حبيبه وديك شفت بنفسك المعجزة الكبيرة اللي عملها البابا كيرولوس مع أخويا بعد الحالة اللي كان فيها صحيح وما لأخوك الأستاذ حبيب ما جاش معك ليه هو مش بقى كويس؟ كويس جدا بقى زي الأول بالزبط وهو دلوقتي في دير مارمينة بياخد باركة القديس العظيم مارمينة ويزور البابا كيرولوس في مزاره في الدير ويشكره على المعجزة العظيمة اللي عملها معاه ويسجل بقى بالمرة المعجزة دي في دفتر الدير وأنا مستعدة أدي لك شهادة من آياتي بالمعجزة دي وكمان صور التحاليل قبل المعجزة وبعدها آه وتبقى دي فرصة كويسة علشان تتنشر المعجزة في كتب معجزات البابا كيرولوس هو فيه كتب لمعجزاته؟ طبعا عشرات الكتب ده أكيد غير معجزات كتيرة أصحابها ما بعتوهاش علشان تتنشر ده البابا كيرولوس ده حكاية كبيرة بقى حكاية كلها خدمة وبركة وصلاة ومعجزات أستاذ كامل واضح أنك تعرف حاجات كتير عن قداسة البابا كيرولوس ممكن تحكي لي عنه وعن حياته بس ده موضوع طويل قوي يا دكتور وكده هعطلك عن العيادة أولا أنا خلصت العيادة وما فيش حد برا ثانيا حتى لو عندي شغل ما فيش حاجة أهم من إني أسمع عن قديس عظيم زي البابا كيرولوس أديك شفت اللي عجز الطب عنه بكل تقدمه عملوا ربنا بشفاعة البابا كيرولوس بكل بساطة عموما يا دكتور أنا أكتر وقت ببقى سعيد فيه وأنا بتكلم أو بسمع عن حد من قديسين العظام وخصوصا البابا كيرولوس اللي حياته كانت إنجيل معاش يا عم بشارة أه يا دكتور تقدر تروح أنت أنا قاعد شوية مع الأستاذ كامل ماشا يا دكتور مش عاوزين حاجة قبل ما مشي لا متشكر أوي يا عم بشارة آه اسمع ممكن يا عم بشارة وإنت جاي بكرة تجيب معاك صورة كبيرة للبابا كيرولوس وتعلقها في العيادة البابا كيرولوس يا سلام أوي أوي ده البابا كيرولوس ده بركة كبيرة وحبيب الكل تصبحوا على خير السلام بقى يا دكتور السلام يا أستاذ كامل سلام يا عم بشارة سلام يا عم بشارة اتفضل بقى احكيلي أنا جاهز أسمع للصبح البابا كيرولوس السادس هو نفسه القمص مينة البراموسي المتوحد وهو عازر يوسف عطى يعني عازر كان اسمه قبل ما يترهب بالزبط اتولد الطفل عازر للشماس يوسف عطى اللي كان مشهود له بحسن السيرة وجمال الصوت وكان بيقضي وقت فراغه في الكنيسة ويعلم الشمامسة الصغيرين الألحان والكتابة والحساب وكان مواظب على الصلاة حريص جدا على الأصوام وكانت صهرتهم في العيلة حوالين الكتاب المقدس أو لما كان يحكي لهم عن سيرة حد من القديسين يعني تولد في أسرة مسيحية متدينة وقريبة من ربنا ومن الكنيسة جدا كانت أمه ست مثالية حريصة من وقت ما جابت ولادها إن هي تزرع بينهم الود والمحبة وصور القديسين كانت مالية البيت وكان كل اللي في البيت حفظين أعياد القديسين وكانوا بيروحوا يزوروا كنستة العدرة في بلدهم طوخ النصارى في المنفية كل سنة في 21 بقونا يعني البابا كيرولوس كان أصلا من طوخ النصارى؟ والده كان من هناك لكن بعد ما والده استلم شغله كوكيل عام لأعمال واحد من كبار الملاك عنده أملاك كتيرة جدا في الغربية والمنفية والبحيرة استقر في ضمنهور وهناك اتولد له تلات ولاد حنة وبعدين عازر اللي اتولد يوم 2 أغسطس سنة 1902 وبعدين مخايل وكان بيتهم بيزوروا ناس كتير وخصوصا الأباء الرهبان لأنهم كانوا بيلقوا في الأسرة دي حسن الاستقبال والمعاملة يعني ربنا كان بيجهزوا من بدري قوي للنعمة اتولد في بيئة كلها صلاح ومحبة الرب المجد حوالي صغر القدسين وفودان سيارهم وكلام الإنجيل طول الوقت وبيتهم بيزوروا أباء رهبان مبروكين وكان من صغره يحب جدا أبونا القمص تدرس البراموسي اللي كان راهب عجوز وما كانش بيقدر يشوف كويس علشان كده كان بياخد معاه أخ اسمه سويرس وكان دايما لما أبونا تدرس يزور العيلة كان عازر يحب يقعد معاه ويرتاح لشكله ودقنه البيضة ويفضل يلعب جنبه وفي يوم نام على رجبت أبونا تدرس ولما جات الأم علشان تعتذر لأبونا وتاخد عازر من على ركبته قال لها سي بي دا من نصبنا وهو فعلا دا من نصبهم وكان باين عليه دا من صغره في شكله وسلوكه يعني مثلا كان لما تجيله بدلة جديدة كان يلبس فوقها مريالة أماش سودة زي اللي بيلبسها بونا تدرس أما في سلوكه كان دايما شعوره نبيل وعنده إحساس دايما باللي حواليه وفي يوم كل سنة وانت طيب يا عازر يا حبيبي بكرة الصوم الكبير وانت بكل خير وسعادة يا أمي يلا يا حبيبي عشان نتعشى سوا طيب اتفضل انت وانا جاي في حاجة يا عازر يا ابني انت زعلان من حاجة لا أبدا يا أمي بس انا بفكر في حاجة شغلانة ايه يا حبيبي؟ الاكل مش عاجبك؟ بالعكس يا أمي بس انا شايفة ان احنا ربنا رزعنا باكل كويس وكتير وفي جنبين عائلة فايرة ومحتاجة مش هم أولى بالأكل ده مش يبقى شيء جميل لو ادينا لهم الأكل ده عشان يفرحوا زينا ونبقى أردنا المسيح اللي هنصم لبكرة ربنا يا حبيبي يبركك ويحافظ عليك فعلا دي فكرة حلوة قوي وهم أكيد هيفرحوا مش بس بالأكل لا هيفرحوا كمان بإنك حسيت بهم وفكرت فيهم ربنا يا ابني يجعلك دايما سبب فرح وبركة للناس وحافظ الطفل عازر إنجيل يوحنة وكان بيلقي متعة كبيرة فقريته جنب الدراسة وبعدها اتنقلت الأسرة لسكندرية لما الأب يوسف عطى اشتغل وكيل دايرة أحمد يحيا باشا اللي كانت مركز من مركز الحركة الوطنية وكان عازر ليه دوره الوطني اللي أظهر فيه حبه للوطن وتفاني في خدمته ده واضح إن ربنا كان بيعده من كل الجوانب روحيا وأخلاقيا وإنسانيا زي ما بتقول حضرتك يا دكتور بالزبط لأنه كان على قد مشاعره المرهفة وإحساسه بالناس كان شجاع وله موقف من صغره يعني مثلا بعد دراسته السنوية اشتغل في شركة اسمها كوكس شيبينج للملاحة وكان مدير الشركة دي شخص متشدد جدا وكل اللي بيشتغلوا في الشركة كانوا بيخافوا منه ويتجنبوه وكان يقف الصبح يتابع وصول الموظفين وفي يوم كان واقف زي عطو وشاف الشاب عازر جاي عليه مين الشاب ده ألفريد؟ ده شابه ممتاز بيشتغل معايا يا سيد المدير هو الوحيد من الموظفين اللي بص نحيتنا وهو مش بسبات ده لأنه وثق من نفسه أنا رئيسه المباشر وعرفه كويس صباح خير يا سيد المدير صباح خير يا سيد ألفريد الساعة دلوقتي تسعة ايه اللي أخرك يا عازر أفندي؟ أنا ما تأخرتش يا فندم أنا عارف إن شغلي بيبدأ الساعة تسعة علشان كده بروح الكنيسة المرقصية كل يوم قبل ما عاد الشغل بعد إذن حضرتك الشاب ده جادير بالاحترام شفت إزاي كان هادي وواصق من نفسه وشجاع مش زاي بقيت زميله مش قلتلك يا فندم عازر ده نموذج للشاب الملتزم اللي بيرغمك كل على احترامه صباح الخير يا سيد ألفريد صباح الخير يا عازر أفندي على فكرة أنا عاوز أشكرك جدا على العمل تمبارح أنت رفعت راسي وخلتني أحس أن التقدير لإخلاصك وأمانتك كان في محله لا شكرا على الواجب يا فندم أنا ما عملتش حاجة إزاي يا راجل ده أنت أثبت أنك مسل الأمانة لما رجعت محفظة الفلوس بتاعتقائد الإنجليزي وبدون ما تفتحها وكمان رفضت الميت جنيس سرليني المكافأة اللي كان عاوز أديها لك أنا ما عملتش غير الواجب اللي لزمني بيه ديني وخلقي مكانش ممكن أخد تمن ده واللي عجبني بقى أنك رفضت الفلوس بأدب رغم الحاح القائد وقصد أدبك وأمانتك المدير العام قرر يزود مرتبك عشرة جنيه في الشهر بس ده كتير قوي يا فندي يا عزر فندي مفيش حاجة كتير على واحد له أخلاقك وسلوكك وطبعا العشرة جنيه في الوقت ده كانت مبلغ كبير جدا طبعا وفضل يترقف شغله وكل اللي حواليه بيقدروه ويسقوا فيه وبعد فترة كان وصل مرتبه لمبلغ كبير جدا وإيه اللي خلا يسيب كل ده انت ناسي اللي قالوا أبونا تدرس البراموسي أيوة لما قالوا والدته ده من نصبنا طول الوقت عازر كان بيجهز نفسه لحياة الرهبانة كان بيقضي وقت فراغه في الكنيسة ودايما يحضر الأدسات والصلوات ويقضي ليله في قطه اللي حولها الألاية وما كانش يخلي أي حد يدخلها أو يعرف إيه اللي فيها كان طول ليله يصهر يقرى الكتب المقدسة ويصلي ما كانش يحب الضحك الكتير ولا الهزار وكان لما يلاقي أسرته بيتحقوا يهزروا كان يقول لهم ملته لهوا الكلام ما تيجي تقعد معنا يا عازر عادر يا أمي شفته كنت بعرق آية جميلة قوي في المزامير بتقول سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث الله خلاص عنده ويحول الأعدل درس كتاب مفيد للكل وكان يقرب فهم ووعي للكتاب المقدس وكان في الوقت ده بيجهز نفسه لتقبل حياة جديدة وعشرة حقيقية بع المخلص جهز لبس الرهبانة وكل لوزمه لحياته الجديدة وقدم استقالة من شغله ياه بعد المكانة اللي وصلها في شغل يسيبه زي ما انت تفاجئت كانت مفاجأة للكل إيه اللي أنا سمعته ده يا عازر خير يا حن يا أخوي في إيه؟ أنا اتفاجئت إنهم عندك في الشركة طلبوني بالتليفون أنا طبعا خفت لأني عارف إن في عهدتك فلوس كتير بتوصل لألاف الجنهات وخفت ليكون ضع من عهدتك حاجة لكن لما قابلني المدير العام ورني الاستقالة اللي انت كاتبها واللي كلامها غريب غريب ليه؟ أنا قدمت استقالة واضحة وقلت فيها بما أن لدي أعمال هامة لا يسعني أن أتخلى عنها فلذلك أقدم استقالتي من العمل وأرجو أن يتم قبولها حتى نهاية يونيو 27 الراجل سألني إيه هي الأعمال اللي بيفضلها عازر عن الشغل معنا وعن مركزه الممتاز عندنا معرفتش أرد عليه لأنها كانت مفاجأة بالنسبة لي أنت عايز تسيب شغلك ليه؟ لقيت شغلة أحسن بالزبط لقيت حاجة أحسن بكتير طب طمني أنت خوية ويهمني أمرك مش حقاة البر والقداسة والسعادة الحقيقية أحسن بكتير من عشة التعب والشقة فحاجة ما تنفعش في مجد العالم وماذا يفيده الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي فداء لنفسه أنا اخترت حياة الرهبانة يا سيدنا الأنبي أنس نيافتك مطران البحيرة والمنوفية وكمان وكيل الكرازة المرقصية عشان كده كان لازم أجل نيافتك وقالت مثل أنك تقبلني راهب أنت منين يا أبن؟ أنا من عائلة زيكي وكنا مستقرين في طخ النصارى وانت قالنا سكندري آه ده عائلة طيبة ومعروفة ابن مين فيها؟ أبويا سيدنا يبقى الشماس يوسف عطا طب أنا أعرف أبوك وأخوك دولا من أحسن الناس أما اللي هم فين اللي هم أجوش معاك الحقيقة سيدنا آه أكيد رفضين رهبانتك الحقيقة أيها سيدنا هم مش موفقين وأنا كمان ما قدرش هوف إلا إذا هم موفق خليك عارف لو مجوش معاك وكانوا موفقين على رهبانتك مش هوف أبدا يا أبونا يا محنة أنت أب اعترافي مشورتك مهمة جدا عندي أنا والدي لما عارف اللي حصل بينه بن يافت الآن بيؤنس أقال لي أتناول بعد كده أقرر اللي ارتحله وانت مرتح لإيه يا ابني مؤتسك عارف اشتيائي من زمان لحياة العشرة مع الفادي المخلص لتكون مشيئة الله يا ابني أنا هتكلم مع والدك وهطمنه أني هقف جنبك لحد ما تكمل طريقك وتحقق أمنيتك لإني حس أني ده اختيار ربنا ليك واضح يا عازري يا ابني أنك مصمم على قرارك مصمم جدا يا سيدنا وأرجو من يافتك تساعدني بعد منفست المطلوب مني ووالدي وأخويا جمل نيافتك زي ما طلبت والدك حكلم أنه الأم سيوحنة جرجس الكبير أب اعترافك اتكلم معاه وأقنعه وقال له أنه من صلحك أنه ما يسبوك تمشي في الطريق اللي رسمته لنفسك وبني يوحنة رجل عنده مشهورة صلحة والشعب بيحب بإذن المسيحة سيدنا نيافتك مش هتندم لو وفقتنا على طلبي لكن لازم تعرف يا عازري يا ابني أن حياة الرهبانة ده مش حياة سهلة ده حياة كلها متاعب ومحاربات ومحتاجة جهاد ونسك وقتال لازم تبقى عارف ده من الأول ومستعدله تبقى فام أنك هتتحمل ألم وأهانة وهتخط تجارب وحروب كتيرة عشت الرهبانة يا ابني ما فيهاش راحة ولا يوم واحد أنا عارف كل ده سيدنا ومستعدله وكنت بجهز نفسي لحياة الرهبانة لمدة خمس سنين في بيت والدي وكل اللي هيصادفني مش هيكون جديد علي بس أنا يا ابني عارف أن أولاد المدن ما بيستحملوش عشت الرهبان الشاقة دي وقليل منهم اللي بينجح في الطريق ده أنا عندي رجاء كبير في رب المجد إني أنجح وأنا متأكد لو نيفتك بركتني وطلبت الشخص الضعيف القوة والنجاح هنجح والمسيح عمر ما بينسى تعب المحب ربنا يباركك يا عزر يا ابني وإن شاء ربنا هتكون راهب مبارك أشكرك يا سيدنا أشكرك جدا وفي الوقت اللي كان هو فرحان لقبول الأنبى يؤنس رغبته في أنه يكون راهب أسرته قضت للا قسية جدا لأنهم هيفرقوا ابنهم المحبوب عازر لكن واضح أنه عنده إرادة قوية جدا وإصرار على أنه يخد طريقه للآخر وإصراره ده ما كانش عناد لكنه كان ثقة في اختياره وإيمان بأن ده الطريق اللي ربنا عاوز ويمشي فيه حصل إيه بعد كده؟ راح الدير؟ قبل ما يروح بفترة فضل ملازم الأباء الرهبان اللي كانوا بيدرسوا في الكلية اللهوتية في اسكندرية مستني يوم لانطلاق للدير وقضى فترة سوم الرسل ملازم الكنيسة ليل نهار وبعد ما خلصت الدراسة في الكلية اللهوتية كل واحد من الرهبان رجع ديره والآن بيؤنس استدعى عازر شوفي عازر يا ابن عمرك يا سيد أنت بنعمة ربنا هلسافر للدير يوم 27 يوليو الصبح هتروح مع ابونا بشارة البراموسي خد ده جواب توصية لأمين دير البراموس علشان يقبلوك في سلك الرهبانة قلت فيه إن أعرفك وأعرف عيلتك أعوزك تكون قد المسئولية؟ إن شاء رب المجد مش أخزلك يا سيد وأنا وصيت أبونا بشارة إن هم يشيلوا لك هدومك في القصر الملحق بالدير علشان تستخدمها لو حبيت ترجع إن شاء الله مش أستخدمها تاني أبدا وربنا استجاب لكلامه وفعلا ما استخدمش الهدوم دي تاني أبدا يوم السفر ناس كتير رحوا يودعوه منهم رئيسه في الشغل اللي قاله مع ألف سلام يا عزرفاندي هيعز علينا فرق واحد في أخلاقك ونوبلك متشكر قوي سيد ألفريد ربنا عوضك على تعب محبتك على فكرة سيادة المدير بيبلغك تحياته وبيقولك إن وظيفتك محفوظة لو حبيت ترجع لها في أي وقت ربنا عوضك ويعوضه خير اشكرهولي جدا ربنا حافظ عليكم وركب القطر مع ابونا بشارة البراموسي في الطريق قد التربوش بتاعه هدية لكمساري القطر لأنه لاحظ إن الكمساري مش لابس طربوش ولما وصلوا الدير ابونا بشارة قدم عازر لأمين الدير القمص شنودة على إنه زاير من اسكندرية من ولاد الأنبى يؤنس استقبلوا الرهبان بحفاوة وغسلوا رجليه ونزلوا في أصر الدير ونوروا الأصر وقدموا له العشاء ده ربنا كان مرتب لإستقبال حافل تاني يوم ابونا بشارة قدم الجواب اللي معاه لأمين الدير وعرفوا إن عازر طالب رهبانة فدقوا أجرس الكنيسة وحضروا كل الرهبان وعرفوا بطلب عازر للرهبانة وقالوا إن ده أول طالب رهبانة يستقبل بالحفاوة دي وده معناه إنه هيكون له شأن كبير هيا يا ابونا شنودة أخبار الأخ عازر إيه؟ ده زي ما يكون رهب من سنين إزاي؟ أنا سلمته ألايا فاضية وما حد السكن فيها من زمن قعد نضافها وخط حضر جبسي مش محروق ودقوا في الأرض ورشوا بالمية لغات ما بقى باسك نفسه ورح مطلع من شنطته ورق تخين كان جايبه معاه وفرج بيه أرضية الألايا ولدت بالمكان لنومه ومكان يقعد فيه ورص شنطه زي ميدا في وسط المكان ولبس جنبية سودة وطقية عندك حق ده زي ما يكونت ولد راهب الأنبي يؤنس هيفرح قوي لما يعرف إنه عازر بدأ أول خطواته في طريق الرهبانة بس أهم حاجة محدش يجي نحيته ولا يساعده في أي حاجة عشان نشوف إسكان هايقدر يتحمل للآخر ولا لا آه بأمر ربنا يسوع المسيح هيقدر أنا حاسس إن الشاب ده في بركة وقوة ندرين ربنا يحافظ عليه وبعد كام يوم أضاهم عازر موازب على الصلاة أول ما يسمع جرس نص الليل يقوم يروح الكنيسة يشارك في التسباحة والصلاة ويرجع قليته الساعة سبعة الصبح من غير ما يختلط بالرهبان بعد كده ظروف قليته أبونا بشارة ومعه أبونا شنودة أمين الدير ومعهم القمامسة الشيوخ بشاي وباسيليوس وعبد المسيح المسعودي لما دخلوا قليته لقوها نظيفة ومترتبة وعلق على دا الأمس عبد المسيح المسعودي بإن عازر حارت ومستني السيل سيل النعمة يعني ومن وقتها بقى عازر تلميذ لابونا عبد المسيح المسعودي شوفي يا عازر يا ابني عاوز أقولك حاجة مهمة تفضل يا ابونا الأمس على المسيح نعمة الرهبانة يا ابني بتكون بتسليم القلب لله وهي أعظم المقتنيات وأغلى من كنوز الأرض وخيرتها والراهب اللي افتقر باختياره وجهز نفسه عشان يكون جندي أمين للمسيح بيكون أعظم من ملوك الأرض وحكامها في قوته ومكانته وأنا قلبي امفتح لك يا ابني وبطلب من ربنا يسوع المسيح إنه يفقك ويفتح لك باب النعمة ويهديك لطريق البر ويملى قلبك اطمئنان عشان تمشي في غربة الحياة بأمان وما تخافش من الشر وربنا معاك وعصيته وعكازه يهدوك بارك علي يا ابونا شنود سلام يا ابونا بشارة أخبار الأخ عازر إيه يا ابونا أنت مبسوط منه؟ ده سؤال يا ابونا بشارة هو أنا الواحد اللي مبسوط منه ده كسب حب واحترام وتقدير الكل من يوم ما وصل كفاية إن الأمس عبد المسيح البسعودي اختاره عشان يكون تلميزه وكل يوم بيكشف له أصرار اللهبانة أبونا عبد المسيح مبسوط قوي عشان طعته وعبته وودعته ده غير اهتمامه بالأباء الشيوخ في الدير هو اللي بيغسل لهم ملابسهم وبينظف لهم ألاليهم وبيهتم بأكلهم وبيعمل كل ده وهو سعيد جدا أنا مش قلت لك يا ابونا إنه باين عليه ابن مبروك وأنا بوزع ترتيب الخدمة على الرهبان طلبت منه يمسك المطبخ مع اكتنين من الرهبان قام عازر ضده في الحلل النحاس ورمم كوانين الطبخ وتولى مية الشرب وجاب جرار كبيرة غسله وحفص فيها المية وكل شيخ ما يقدرش يروح لغات لنبة المية مراله جرة وودهها لغات عنده أنا شفته بنفسي بيطحن الغلة ويعمل العيش ويأجن الأربان كل ده وهو محافظ على الصلاة والتناول ودراسة الكتب المقدسة وكتبات الأباء طمنتني يا ابونا شنودة سلام يا أخ عازر سلام يا ابو نفشارة أهلا بيك دلوقتي يا ابني مرت شهور الصيف وأنا رجع اسكندرية علشان كليت اللهوت مع الف سلام يا ابونا يعني يا ابني ما غيرتش فكرك وتحب ترجع معايا وما حدش هيلومك لا يا ابونا أنا همشي في الطريق اللي بدأته متأكد أن ربنا مش هيتخلى عني طيب يا ابني ربنا يحافظ عليك في النعمة طيب تحب تبعد جواب لأهلك تطمنهم عليك يوسف لما دع أبوه عشان يجيله أرض مصر ما بعتلوش جواب وأنا العبد الضعيف بتشبه بيوسف عاوز من أباء المسافرين يحكوا الأهلي عن أن ربنا الدهولي من النعمة على إيد أباء الرهبان ربنا يا ابني يبارك خطواتك ويحافظ على تشبهك بأنبياء وقدسي أشوفك على خير إيه رأيك يا عزر يا ابني في إنك تعمل مجلة دينية فكرة جميلة أبونا الأم صعب مسيح ويكون اسمها ميناء الخلاص حاضر يا أبي من بكر من النعاردة هبتدي فيها ربنا يباركك يا ابني لإن ابن الطاعة تحل عليه البركة ميناء الخلاص اسم حلو قوي بس دي كان بيتبعها فين دي ما كانتش بتنطبع ده كان بيعمل كل نسخة على إيده رغم إنه كان بيعمل أكتر من خمسين نسخة كل نسخة اتناشر صفحة ويوزحها شهريا بين الإخوة والأحباء بينسخ كل شهر أكتر من ستمائة صفحة على إيده ده عمل شقة جدا ده غير إن المادة اللي جواها كانت بتاخد منه دراسة وبحث ومجهود شاق قاعد سنين يطلع المجلة دي بمنتهى الحمس والنشاط ده كان صبوره مجتهد بشكل ربنا كان مديله نعمة كبيرة أديلك دليل على صبره واجتهده في يوم كان فيه واحد من الرخبان اسمه أبونا أرمانيوس اللي بقى بعد كده الأنبى مكاريوس رئيس دير البراموس المتنيه كان بيوصل البريد كل يوم لقارية قريبة من الدير على بغل صعب قوي ومحدش كان بيقدر يسوقه في اليوم ده أبونا أرمانيوس وقع من عليه وبعدين البغل هرب في الجبل أبونا قاعد يدور عليه طول اليوم من غير فايدة رجع الدير متأخر لقى الرهبان قلقانين عليه وفيه واحد منهم كان معروف عنه الغيرة على ممتلكات الدير قال له لازم يلاقي البغل قبل ما يدخل الدير رح عازر وقف وقال له خلي يدخل السرايح يا ابونا فيه واحد من الأعراب هيلقى البغل ويجيبه للدير وفعلا واحد من الأعراب لقى البغل وجابه لحد باب الدير زي ما قال وتاني يوم اطوع ان هو اللي يركب البغل رغم صعوبة ده ويودي البريد لما بنى أمين الدير حاول يقنعه ان دي مهمة صعبة اترجى أمين الدير ان هو ياخد بركة الخدمة دي وفعلا قرر يركب البغل ويخليه هادي ويسمع كلامه ده سلطان كبير قوي اللي ربنا ادهوله من صغره دي النعمة والبركة اللي ربنا يديهم للي بيحبهم اكيد يوم بعد يوم كان بيزيد اعجاب الاباء الرهبان دي طبعا لما شافوا طهرته ونقاءه وقوة عزمته كلهم مزكوه علشان يكون راهب وفي يوم 25 فبراير سنة 1928 ميلادية سجد عازر قدام الهيكل في كنيسة العذرة الأسرية وعلى عيمينه جسد الأنبى موسى الأسود وعلى شماله جسد أنبى إيسيزوروس قص القلالي وتم التقوص رهبانته باسم الراهب مينة وفي الصبح حضر الأداس ولفه بيه الكنيسة بالشموع والسلبان وأخذ بركة من أيقونات القدسين قرب منه القمص يعقوب البراموسي أخه القمص عبد المسيح المسعودي واللي كان شيخ دايما ساكت وما بيكلمش حد وما بيحبش حد يكلمه لكن مع الراهب مينة اتكلم وقال له يا ابن ربنا يبركك ويأهلك للنعمة وينجح طريقك عشان تسير في فلاحة وتوفيق ويفيد عليك من روح القدوس عشان تكون أمين للنفس الأخير على الوزنات اللي هيسلمها لك يسوع عشان تتاجر وتربح وكان الكلام ده بداية حط رجله بعدها على أول درجات سلم الجهاد بعد الرهبنة وحط النفسه قانون يمشي عليه طول حياته انه يحب الكل وهو بعيد عن الكل وفضل على خدمته للأباء الشيوخ مع العبادة والنسك وجنب ده تولى ترتيب كتب مكتب تدير وفضل ملازم الإراية في الكتب المقدسة وتعليم الأباء اللي فتحت قدامه أبواب المعرفة ده غير انه فضل مداوم على عمل الأربان كان بيعمل ده بعناية شديدة جدا تباك يا قديس الله كان عندك حق يا أستاذ كامل لما قلت ان حياته كانت إنجيل معاش بعد رهبنته بتلت سنين أو بالتحديد يعني في 18 يوليا 1931 اترسم أسيس باسم القص مينة وصلى أداس الرسامة الأنبا ديمتريوس مطرن المنوفية الأسبق وحضر أداس الرسامة المرحوم يوسف جيرجس سكرتير البابا في الوقت ده وكمان حضروا حنة ومخائيل يوسف عطى إخوات ابونا مينة وفضل ابونا مينة يبكي طول الأداس وبعد الأداس طافوا بيه الكنيسة الأسرية بالدفوف والألحان وقدمه صلبان أخوه حنة خرج بعد الأداس فرحان ومليان بالعزاء في قلبه وسأل ابونا مينة ما لك يا ابونا مينة انت ليه كنت بتبكي طول الوقت خلتنا كلنا تقصرنا وبكينا معاك أنا بشكر رب المجد على نعمه الكتير اللي بيديها لشخص الضعيف انت تستاهل كل شيء طيب يا ابونا مينة ربنا يقويني وقدرني على خدمة رب المجد أنا استأذنت البابا عشان أجيب شجرة زراعة في جنين تدير تسكر للمناسبة ديه وهو سمح لي وطلب أن أوزحها الأربع أديورة لفواد النطرون أعمل تشوفه كويس وربنا هو اللي بيدبر الأحوال سلام يا ابونا مينة سلام يا ابونا شنود أنا جاي أبلغك أننا اخترناك عشان تدرس في كلية الرهبان اللي هوتية في حلوان لكن قدسك يا ابونا عارف أن مفضل حات العزلة هنا في الدير اللي شايفينه من قريتك والطلاعك خلانا نحس أنك أقدر واحد بالدراسة هداك ما كنتش أحب يا ابونا أن نخرج برا الدير لكن لتكن إرادة الله يا ابونا مينة أبونا الأم اسمي خايل المدير الكلية عاوزك أنا ريح له حالة أهلا يا ابونا مينة البراموسي أهلا بؤتسك أنا مبسوط أوي يا ابونا مينة من تفوقك في الدراسة وانتظامك فيها وكمان أنا فخور بالاتفاق اللي عملته أنت وابونا الأم اسكيرولوس الأنبابولة أنك ترفعه بخور عشية كل ليلة وتعمله أداس كل يوم الصبح بدري قبل الدراسة بس واضح أن ده دايق بعض الزمل لأني من يومين قمت عجنته الأربان زي العادة وروحت عشان أخبسه بقيت الفرن مهدود معه أنت مسكتش يا ابونا مينة رحت المخبز لفرنج اللي قصت بيت الرهبان وبرضه خبزت الأربان وعملت الأداس وفيه أجمل من الواحد يبدأ يومه بعمل الأداس يا ابونا عندك حق يا ابني عشان كده لما انت وابونا كيرولوس الأنبابولة عرضت علي الموضوع ده عملت مجمع من الأباء الرهبان وقررنا أن يكون فيه أداس كل يوم الصبح يتعامل بالتناوب بين جميع الأباء من كل الأديرة وحيكون ده جزء من برنامج الدراسة متشكر قوي يا ابونا الأمس مخايل ده أنا اللي بشكرك أنت وابونا كيرولوس على فكرتكم الجميلة والروحية دي للدرجة دي كان بيحب الأداس طبعا الأداس شيء أساسي في حياته عمره مفارق المسبح في يوم من الأيام ده كان رجل صلاة واضح كمان أن الموضوع ما كانش مجرد أنه يعمل طقس الأداس كان بيستمتع بدليل أنه كان بيعجن الأربان ويخبزه بنفسه في الدير وفي الكلية وكمان كان يحب جدا رفع بخور عشية فمرة وهو في الكلية كان عليه الدور في رفع بخور عشية فوقف وقال عزة وحضرها البابا الآن بيؤنس وقاعد يوعى الساعة كاملة والبابا أعجب جدا بوعظة أبونا مينة لما أبونا مينة تقدم علشان ياخد بركة من البابا زي الطقس ما بيقول البابا دعاله أنه يكون عمود في هيك للرب وبعدها عمود في هيك للرب وبعدها مدير الكلية استدعاه أنا بهنيك يا أبونا مينة سيدنا البابا كان مبسوط قوي من الوعظة اللي قلتها ربنا يمدلنا في حياته وينفعنا بصلواته أنا عندي لك خبر جميل يا أبونا مينة سيدنا الأم بيؤنس عاوز يرسمك مطران على الغربية والبحيرة ما لك يا أبونا مينة بسكة سيدنا البابا فيك بس أنا أبونا كرولوس عندي ترتيب تاني لحياتي وعشرتي مع ربنا يعني أنت نوي على أيه دلوقتي أنا هسافر دير الأنبى شنودة رئيس المتوحدين في سهاج وعيش هناك حياتي لوحدة يعني برضو مصر تكسر كلام البابا ومتعش رغبته هو ده قراري وأرجوك أبونا كرولوس بلاستيقول الحد على مكاني وفي الصبح أخذ القطر وسافر سهاج وراحت دير طبعا كل الناس قلقت علشان أبونا مينة اختفى والكل سألوا أبونا كرولوس على مكانه لكنه مرضيش يقول لحد في الآخر بعد ما استدعوا أخو أبونا مينة وبعد ما اترجى أبونا كرولوس رجاء حار قالوا على مكانه وقدروا يوصلوا لأبونا مينة وقابل البابا اللي زعل جدا من تصرفه لكن أبونا مينة اعتذر له الاعتذار اللائق وصرحوا بمكنون قلبه وهو إنه عاوز يسلك طريق الوحدة لحد ما البابا قضل رغبته وصرح له إنه يرجع الدير وياخد مشهورة مرشده الروحي أبونا عبد المسيح المسعودي وفي الدير انت ابن تلاتين سنة سن وخمس سنين رهبان وعايز تتوحد ده طريق فشل فيه قبلك رهبان جاهده تلاتين واربعين سنة ولا أنت عاوز تهرب من المسئولية في الكلية وفي الدير يا ابني يا ابني طريق الوحدة فيه مخاطر وإحنا خايفين عليك إنك تقعد وحدك في مغارة في الصحراء ده الصحراء فيها وحوش وتعابين وعشان كده إحنا مش موفقينك على الطريق الصعب ده يا أبائي وإخوتي أنا باعتزب محبتكم وغيرتكم علي لكن أنا بتقدم ليكم بالتماس كابني بيطيع أبائه ويخضع لرأيهم لأنهم مشوا في طريق العبادة شوط طويل ويعرفوا أسرار الطريق ده وأنا متأكد أن رب يسوع هيساعدني في الطريق الصعب ده طالما لوحد بيسلك فيه بضمير نقي وفكر خالي من جميع الشهوات فاتطمنوا وأنا هفضل الإبن الخاضع بكل قوتي للإرشاد والنصيحة ومش همشي أي خطوة من غير ما استرشد برأي أبوي ومرشدي لربنا ملى قلبه من ناحية يحبه حنان اتكلمينت يا أبونا عب مسيح من جهة أبونا موينة وخطورة وجوده في المغارة فاتطمنوا بالله لأنه وليه هو الإله القوي وربنا بقدرته حيمسك بيمينه ويهديه الطريق وأما من جهتي فأنا قلبي متطمن لتصرفات أبونا مينة لأنه ماشي في طريقه بحكمة الشيوخ وبقلب المؤمن وأنا شايف بعين الإيمان أن أبونا مينة حينجح في طريقه لأنه مفروز من بطن ممه للنعمة دي فبلاش تقفه في طريقه يا أبونا عب مسيح أنت مش ابن أربعين سنة رهبنا فكرت يوم إنك تتوحد مش فيش يخفي الدير حد فيهم فكر في الطريق ده سيب الراهب الصغير في حاله وانصحه يرجع الكلية وياخد الشهادة ويرجع لخدمة الدير لحد ما ربنا يشاء وياخد ردبة كويسة زي اللي سبقه من الأباء يا أبونا خل ابنك مينة يمشي في طريقه وبلاش تغلبك عطفة الشفاء والمحبة وتمنع عنه نعمة الله إزاي طريق أنت ممشتش فيه وعايز غيرك يسلكه ده طريق صعب مش ممكن يقوى عليه إلا اللي ربنا يقيده بروح القدوس أنا ححتكم في الأمر ده للإخوة الرهبان وانا وابونا مينة حنوافق على قرار الأباء لتكن ما شاءت الرب خل ابونا مينة في إيد المخلص رب المجد وتحت إرشاد قمص عبد المسيح وربنا أمين وعادل ويهديل سبيل البر ويقوده لطريق السلامة احنا موافقين مبارك اسم الرب شكرك يا رب يا سوع شكرا لكم يا أبائي واخوتي وراح ابونا مينة سكن في مغارة تبعت ساعة ماشي عن الدير وكان ساكن فيها القم الصربابون البراموسي رئيس الدير الأسبق ورتب حياته في المغارة زي ترتيب قليته في الدير بعد ما رممها وعمل لها باب وفضل يمارس عبادته في طريق الوحدة من صلة ومطنيات ونسخ كتب وكان يفضل صاحبي يصلي ويشتغل عشرين ساعة في اليوم كان اتفاهم مع أبائي الدير ان محدش يزوره ولا يهتم بيه وهو كان بيرجع للدير كل يوم سبت علشان يشارك في العشية ويحضر قدس الحد ويتناول ويغسل هدومه وهدوم الأباء الشيوخ اللي ما يقدروش يخدموا نفسهم ويستنير بمشهورة ونصح ومرشده القمص عبد المسيح المسعودي واتطمن الأباء من ناحيته لما لقوه بيجي الدير كل أسبوع سعيد طبعا مش بقى مشارك الملائكة في تسبيح ربنا وتنجيد اسمه القدوس بس هو قاعد طول فترة توحده محدش زاره لا في يوم من أيام سنة الثلاثة وتلاتين سمع أبونا مينة خبط على الباب ولما فتح لقى واحد من الأعراب كان أبونا تعود يشوفه في المنطقة من وقت للتاني خير في حاجة اتفضل لا شكرا بس في معايا اتنين ضيوف واحد مصري وواحد أجنبي أهلا وسهلا بالضيوف خليهم اتفضلوا ودول كانوا مين الضيوف دول وايه اللي ودهم المكان البعيد المعزول ده المصري كان الدكتور حسن فؤاد مدير الأسار العربية في الوقت ده والأجنبي كان مدير كلية اللهوت في نيويورك أما اللي وداهم فهو أن مدير كلية اللهوت كان جاي مصر مخصوص لأنه بيعمل كتاب عن أصل الرهبانة ونشقتها في مصر وقتها زار أماكن كتير يدور عن المعلومات اللي تفيده في كتابه ويومها بعدما زار دير البراموس حاب يتمشى حوالين الدير لحد ما وصل قريب من المغارة لحد ما قابله الأعرابي وهو اللي دلهم على مكان أبونا مينة المتوحد وكانت دي خدمة كبيرة لأنهم لقوا عند أبونا مينة إجابات كتيرة لكل الأسئلة اللي كانت عند الزاير الأجنبي اللي اعترف في آخر الحديث لأبونا مينة أن اللي جمعه في شهرين بحث يعتبر شيء ضئيل جنب اللي سمعه وعرفه من أبونا ياه وأكيد ده خل مدير الأسار المصرية يحس بالفخر مش بس لأنه كان غزير المعرفة والاطلاع لا ده كمان حسن معاملته واستضافته ليهم في مكانه البسيط وكمان لأنه رفض بمنتهى الأدب الفلوس اللي حاول الزاير الأجنبي إن هو يدهاله رغم إصرار الضيف اللي انبهر بعلمه وأخلاق الراهب المصري أبونا مينة كل ده خل مدير الأسار العربية يكون فخور بأبونا مينة ويقوله إنه رفع راس الرهبان وشرف الراجل المصري وقاله إن هو مستعد يقدم له أي خدمة ومش يومتأثرين جدا لما حاولوا ياخدوا صورة لأبونا مينة علشان تكون على غلاف الكتاب أبونا رفض ده بأدب أنا الحقيقة أستاذ كامل كنت متصور إن مغارة بعيدة ومعزولة كده مش ممكن حد يزوروا فيها أبدا أمال بقى لما تعرف إن البابا يؤنس نفسه راح زاره هناك رغم مرضه وتعبه ولما بونا مينة عرف إن البابا جايله حاول يلحقه في نص الطريق وقال له يا سيدنا أنا مستحقش إن قدستك تتعب علشان خطري بس أنا عاوز أخد بركة بركة المغارة بتاعتك يا بونا مينة وأصر إنه يروح لحد المغارة ويدخلها وهو راجع حب أبونا مينة بأدب وأخلاق إنه يرجع للدير مع قدسته لكن البابا طلب منه يرجع المغارة لأنه محبش يتعبه جميلة أو يروح المحبة دي من واحد في مكانة البابا لراهب بسيط مبروك زي يا بونا مينة ما هي دي كنستنا يا دكتور وديع أيما على روح المحبة اللي هي من سمار الروح القدس على ذكر المحبة في موقف يدل على عمق محبة أبونا مينة في يوم سبت العزر سنة ستة وتلاتين كان أبونا مينة راجع الدير زي عادته قام لأ إن رئيس الدير ومع العمدة وقوة من البوليس موجودين لأن فيه قرار بطرد سبعة من الرهبان فغضب جدا ودخل على رئيس الدير وقال صحيح يا أبانا اللي سمعتوا عن طرد الأباء الرهبان يا ابني ده أمر سيدنا وأنا جيت أنفزه بس سيدنا يحزنه وإقلمه طرد الرهبان لليت أحد الشعانين المبارك ومش ممكن يرضى يقطع رجاء أخوة في المسيح وإنت رئيسنا وأبو الرهبان ورعيهم ومسؤول أمام الله عن المريض والتايه والضال وفي إيدك سلطان قوي موجود في قوانين الرهبانة وأحكامها الشديدة اللي ممكن تهدي الضال أرجوك بإسم صاحب الأيام المباركة دي إنك تأجل أمر طردهم لحد ما أباء الدير يقدموا التماس للبابا بتقرير مصرهم ومحاكمتهم جوه الدير وبلاش تطردهم في الأيام المقدسة دي اسمع يا ابني مش عايزك تعرضني في اللي بعمله عشان ما تبقاش خارج عن طاعة سيدنا وبعدين انت رجل متوحد ملكش دخل في اللي بيجرى دلوقت يا أبانة عشان خاطر المسيح اتمهل وتصرف بطريقة ترضي أرواح أباءنا القديسين لأن تعلمهم بتشفع في المخالفين والخارجين على القانون وبتدي كل واحد جزاؤه من غير ما تقطع رجاه طلعوهم برا بالقوة وانت يا ابونا مينا ما ترجعش مغارتك هتفضل في الدير لحد ما أعرض على البابا جريمة اعتراضك على أوامره يا أبي أنا وهبت نفسي لخدمة الأباء دول إلا ترطهم بالقوة ومن غير رحمة وهكون ليهم عبد لحد ما يرجعوا للدير بأمان بقوة الله ياه ده كان بيتكلم بقوة وبمنطق سليم رغم أن الموضوع ما كانش يخصه شخصي ما هدي روح المحبة أنه كان بيدافع عن أباء تانين بمنتهى الغيرة والتفاني لكن فعلا قدر يعمل لهم حاجة عمل لهم كل حاجة سكنهم في بيت لحد ما موضوعهم يتحل وقابل قدست البابا وشرح له الموقف وقدر يحصل منه في الآخر على عفو عن الرهبان السبعة وعودتهم للدير ده موقف يدل مش بس على محبة وشجاعة ندرة كمان أنه يبقى رهب صغير في السن ويقف قدام رئيس الدير والبابا شخصيا ويدافع بكل قوة عن موقف ناس تانين وهو رجع معهم الدير لا هو استأذن من البابا أنه هو يسكن في طحونة مهجورة في الجبل الشرقي قريب من دير الملك مخيل القبلي وقال للبابا أنه قدر ياخد ترخيص بأنه يأجرها من مدير الأسار العربية اللي كان زاره في المغارة مع مدير كلية اللي هوت الأمريكي تمام الراجل دا لما عرف أن أبونا مينة عاوز يأجر الطحونة رحب جدا وعمله إيجار رمزي ودفع من جيبه الإيجار لمدة طويلة ووصى مفتش أسار المنطقة أنه هو يزور أبونا مينة في الجبل ويدي أمر للغفير أنه يرعاه ووقتها شكروا أبونا مينة على تصرفه دا ياه وسكن في الطحونة في الجبل الخطر دا لوحده ماهو كان تعود على حياة التوحد وبعدين ما انتشفت قد إيه هو شجاع وواصق في إلهه وشجاعته دي كانت متوفقة تماما مع روحنيته لأنه بعد ما تنيح البابا يؤنس أبونا مينة حزن عليه جدا وعمل ترحيم يومي لمدة أربعين يوم وفي آخر يوم منها شاف الرؤية أن البابا يؤنس جاي يزوره في الطحونة وقاله أن عصاية الرعاية بتاعته انكسرت لكن أبونا مينة طيب خطره وصلحاله فسيدنا شكروا وقاله خدها يا أبونا مينة وأنا وهبتهالك آه دي أكيد كانت نبوة أنه هو حيكون بطريارك طب وأبونا مينة فضل مقيم في الطحونة لا اضطر أنه هو يسيبها لظروف الحرب العالمية التانية وبدأ يقوم بعمله كرجل تعمير اشترى حتة أرض وبنى عليها دير الشهيد مرمينة وفي مكان لإقامة الطلبة المغتربين في القغيرة واللي دشن الكنيسة المتنيح الأنبى أساناسيوس وعمل أداس اشترك فيه الأنبى إبرقام أسقه في الجيزة الأسبق بس انت تقصد ايه برجل تعمير؟ دي صفة هو اشتهر بيها البابا كرولوس السادس يعني قبل ما يبني دير مرمينة في مصر الأديمة قام بتعمير دير الأنبى صمويل لما تعين رئيس ليه وارجع له الرهبان اللي كانوا هجروه والدير ازدهر على إيده وكل الناس اتكلمت عن الإنجاز ده ووقتها الأنبى أساناسيوس منح أبونا مينة رتبة قمص ده كان رجل بركة بشكل مكان ما يروح يكون فيه خير وازدهار ومن وقت ما استقرف دير مرمينة في مصر الأديمة والمكان ده الزوار ما تقطعوش عنه أشرق في المكان نور النعمة وحصلت فيه آيات ومعجزات ملهاش عدد وكان اللي يروح مريض يرجع سليم بأمر رب المجد يسوع وفي صلوات قديس وأبونا مينة واللي كان متدايق تتشاله مومه واللي عليه روح نجس ربنا يحرره ويفك قيوده كان المكان سبب بركة لناس كتير جدا أكيد يا أستاذ كامل النعمة دي حببت فيه ناس كتير وعشان كده الزوار ما كانوش بيتقطعو زي ما قلت وأصارت غيرت ناس تانيين وحاولوا يكيدوا لأبونا مينة لك ربنا ممكنهمش من ده كان دايما يلاقي اللي يقول عنه كلمة حق في غيابه طبعا كان واضح ان أبونا مينة ملهوش هدف اللي عبادت ربنا وبس وفي حدثة بسيطة تدلك على الطريقة اللي شاف بيها البابا كرولوس العلاقة مع ربنا وهو في دير ماري مينة في مصر الأديمة جاله واحد كان صيدلي وباع صيدليته وثاب كل شيء علشان كان عاوز يسلك في طريق الرهبانة وقدم للقمص مينة كل الفلوس اللي معاه يا ابن المسيح قال من يقبل إليه فلا أخرجه خارجا لكن ما قالشه يكون معاه فلوسه لو كنت عايز تتبع المسيح سيب كل حاجة وتعالى اتبعه اتصرف فلوسك زي ما تشوف وتعالى فقير ما عندكش حاجة ودوق حلوته الفقر الاختياري عشان تحس بغنى المسيح يا سلام منطق تسليم كامل لربنا وتفكيق قدسين بصحيح وعشان كده ربنا اختاره يمسك الدفة ويقود مركب الكنيسة في وسط الأمواج هو ازاي بقى القمص مينة المتوحد بقى بابا الإسكندرية دي كانت قصة جميلة تجلت إرادة رب المجد في كل تفاصيلها لأنه اللي كان مرشح للباباوية أربع أباء رهبان مشهود لهم اتقدمت تسكيات بأساميهم وهما القمص دميان المحرقي والقمص أنجيلوس المحرقي والقمص تيموسوس والقمص مينة بدير الشهيدة دميانا قال له تابه القمص مينة البراموسي متوحد كان بعيد خالص عن الموضوع ده لكن الأنباء أساميوس القائم بعمل البابا وقتها قدم تسكية باسم القمص مينة البراموسي من غير ما يديله خبر وتقفل باب الترشيح وبعدين اتصل بابونا مينة انت ما قدمتش تسكية ليه عشان ترشح نفسك يا بونا مينة يا سيدنا ربنا يحفظ حياتك ربنا اختر الراعي الصالح اللي يرعى شعبه ببره وطهارة قلب ما كانش لازم يفوتك الواجب ده مينة لبدودة الصغيرة عشان افكر في المهمة العظيمة دي وأشيل الأمانة الخطيرة اللي ربنا بيديها للي هو بيختاره مش للي يعوز بس انا لسه منتظر منك الإجابة ليه ما قدمتش تسكية وتسيب ربنا يدبر اللي هو عاوزه يا سيدنا أباء الرهبان كتار وتقدموا في تسكيتهم وكلهم أهل للمنصب ده أما أنا فتكفيني نعمة ربنا اللي عندي يا بونا مينة انا قدمت تسكية باسمك في الوقت المناسب ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا هيروح فين الصعلوك بين الملوك وعمومة نسايدنا ربنا يدبر وشدد القمص مينة على كل أحباب ومعارفوا على أنهم ما يعملوش أي دعاية لي سواء بالنشر أو بالاجتماعات وكلهم سمعوا كلامه وحصلت انتخابات يوم 17 إبريل سنة 59 فاز فيها القمص دميان المحرقي والقمص أنجيلوس المحرقي والقمص مينة البراموس المتوحد بالزبط وفي يوم الحد 19 إبريل سنة 59 عملوا القرعة الهيكلية وقام الأنباء سناسيوس بعمل أداس وبعدها تم سحب ورقة من ثلاث ورقات فيها أسامي الأباء الثلاثة المرشحين وطلعت الورقة باسم القمص مينة البراموسي المتوحد ودقت أجراس الكنيسة علشان تعلم لاختيار الإلهي والشعب كله فرح والإذاعة زاعد الخبر على كل المحطات وبلغ الخبر القمص مينة فقال جملته الشهيرة كنت أود أن أعيش غريباً وأموت غريباً ولكن لتكن إرادة الله المجد لي كرم اخترتني أنا الضعيف علشان تظهر قوتك في ضعفي من عندك القوة أعني لأني أرتعب من عظمة موهبتك أنت أمين وعادل لا تترك محبيك من عندك القوة ومن عندك العون يا إلهنا وفدينا ويوم الحد عشر مايو تسعة وخمسين وقف قدام باب الكنيسة المأفول وسلموا المفتاح اتفضل يا مختار الله مفتاح الكنيسة افتحوا لي أبو أبا البر لكي أدخل وأشكر الرب لأن هذا هو باب الرب وفيه يدخل الأبرار أشكرك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي منقزة ومخلصة ها بارك يا إخوتي أبانا ورعينا المقام من لدنا الله وردى شعب قال رب يسوع أنا هو الراعي الصالح قد إيه كان متواضع ومليان بمخافة ربنا مرضيش يقول أنا هو الراعي الصالح وسبقها بكلمة قال الرب يسوع وبعدها فضت عينيب الدموع دموع الإحساس بعظمة المسئولية والتزلل قدام ربنا وطلب المعونة وفضل واقف يسلم على الكل في تواضع ووداعة وصبر حد في قداسته نقاء البابا كيرولوس لازم ربنا يكافؤه وياصق في إنه يشيل الأمانة وهو حملها بكل جهاد وصبر فضل يرفع بخور عشية وباكر ويعمل القداس كل يوم وربنا كان بيتمجد في أعماله كل يوم وحياته بقت إزاي بعدما بقى البابا كيرولوس السادس مش القمص مين البراموسي فضل على نفس سلوكه وزهده واتضاعه يعني محدش ممكن يصدق إن بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية كان فطاره عبارة عن أربانة مع شوية ملح أو كمون أو سمسم ياه ولما ولاده ألحوا عليه إنه يزود الأكل ده زوده مع علاقتين فول وساعات كان يعود لحد الساعة اثنين وثلاثة الظهر من غير فطار وكان غدا أكل مطبوخ يبل في العيش الناشف والعشاء زي الفطار قد كده كان زاهد ده كان في صيام دائم بقى أيام الصيام ما كانش بياكل غير مرة واحدة كل يوم بالليل أما لبسه فكان من أرخص الأقمشة وأخشنها وهو اللي يقدر يلبس أفخر الحرائر لكنه كان زاهد يلبس فرجية بسيطة وشال فقراصه علشان يداري شعره ولما في مرة طلبوا منه يلبس هدوم فاخرة كانت جات له هدية قال المسيح جي لمصر هربان ولم يأكل له أين أسند رأسه ده غير إنه كان بيبدأ يومه بالصلاة الساعة تلاتة ونص صباحا ويفضل صاحل حد وقت متأخر بالليل يعني كان نومه على كده قليل جدا بالمقارنة للمجهود الفضيع اللي كان بيبزله ومع ذلك كان يقابل الكل بابتسامة ومحبة وصبر وكان في منتهى التواضع لدرجة إنه كان بيقول عن نفسه الوقت عمل بطرك وكان إذا طلب حاجة وناس كتير حاوله ينفزهاله يقول جلبته لحد ركبته عاشرة في خدمته ده أنت تعرف حاجات كتير قوي عن القديس العظيم البابا كيرولوس يا أستاذ كامل ده لإني بحبه جدا ولما تحب حد تحب تعرف عنه كل حاجة وبعدين إلا أنا قلته لك دوت منشور في كتب عن قدسة البابا المتنيح وفي منهم كتاب قيم جدا اسمه مذكراتي عن حياة البابا كيرولوس وده كتبه الأستاذ حنة يوسف عطى أخه قدسة البابا كيرولوس السادس وأبونا رفائيل أفامينا اللي هو الشمس رفائيل صبحي الشمس الخاص لقداسة البابا المتنيح يعني ناس قريبين جدا من قداسته ده معنى أنك تعرف حاجات أكتر عن البابا كيرولوس طبعا وإن كان مفيش كلام ممكن يوفي البابا كيرولوس حقه من التأدير طب أنا نفسي أستاذ كامل تحكيلي عن البابا كيرولوس هو بطريارك كانت حياته عاملة إزاي يعني الحقيقة أبونا رفائيل أفامينا حكى حاجات كتير جميلة عن سلوك البابا كيرولوس زي إيه زي إنهم مرة كانوا في دير مريمينة وكان البابا كيرولوس تعبان ومش قادر يعمل الأداس وبعد ما القمص مينة أمين الدير في الوقت ده بدأ الأداس بنص ساعة سيدنا البابا استدعى شماسه رفائيل وقال له هنتكسل ليه بس يا ابني جاهزي المسبح عشان أصلي يا سيدنا أنت تعبان ولازم ترتاح يلا يا ابني خلينا نصلي بس سابونا الأم اسمينة خد أدوات الصلاة خلاص أنا هجيب أدوات تانية وادي الأربان أربان دير مريمينة يا ابني أحسن بكتير من أربان أي مكان تاني وعمل الأداس على مسبح جانبي وتحامل على نفسه ونسي تعبه وألمه والشماس رفائيل نزلت من عيني الدموع إشفاق على سيدنا اللي بيحب الأداس بطريقة مش عادية وكان بيصليه بوقار وخشوع وكان بيغمض عينيه ويقول التلوات بهدوء وعمق وبصوت كله خشوع وصلاته تكاد تكون من غير لحن عمره ما كان بيسند على المسبح أو يتكلم مع حد أثناء الأداس وكانت دموعه تنزل بغزارة أثناء الأداس وكان يميل لأنه يعمل صلاة الأداس كاملة لوحده ما هي العلاقة بينه وبين ربنا كانت مفتوحة أنت مش قلت أنه شاف في الرؤية أنه حيكون بطريارك قبلها بسنين مش كده وبس البابا كريلوس كان بيتمتع بدرجة عالية جدا من الشفافية والرحانية كان بيشوف ناس لأول مرة يعرف هم مين وعاوزين منه إيه وإيه مشكلتهم بالزبط وكانت علاقته بالقدسين والأباء السواح زي علاقته بالبشر على الأرض بالزبط يشوفهم ويكلمهم وكانت ليه كلمة شهيرة كان لما يكون حد في مشكلة يقوله هابعت لك مريمينة علاقته بمريمينة واضحة جدا اسمه كان أبونا مينة ولما بان دير في مصر الأديمة سمى دير مريمينة وكمان دير مريمينة اللي في مريوت يعني هو راح استقر هناك مع حبيبه مريمينة وفي عشرات الأطفال دلوقتي اسمهم مينة لأنه لما كان بيجيلوا زوج وزوجها ما بيخلفوش كان يقولهم زي اليومين دول يكون معاكم مينة علاقة وعرفت منين يا دكتور الحكاية دي لأنها حصلت لوحدة قريبتنا وكانت بتحكي الحكاية دي لكل الناس وكانت مبسوطة وشكرا لربنا انه هو إدانا في وسطنا بركة وجود البابا كرولوس وكان فيه معجزة تانية عن واحد أرضه كانت هتروح منه لأن فيه هيئة كانت هتاخدها وتدي له تعويض فالراجل راح حكى للبابا فقاله إن الأرض هترجع وفعلا وقت تسليم الأرض جه موظف كبير وقال إن الهيئة استغنت عن الأرض ووقفوا الإجراءات فالراجل فرح جدا وراح بلغ البابا فقال له مرة بعدتلك مريمينة يا ابني دي علاقة صداقة سمائية بقى بين قدسين وبعضيهم طب تصدق إن ده وصفه مظبوط جدا وفي حدثة تؤكد اللي انت بتقوله كان البابا موجود في دير مريمينة في ماريوت سنة 64 فجأة هبت زوبعة رملية جديدة جدا فالأباء الرهبان طلبوا من سيدنا إنه يصلي علشان تهدى أما البابا رفع صليبه وقال أعطي يا رب مزاجا حسنا للهواء قدوس هو الله دي العاصفة سكت ببركة صلاتك يا سيدنا اسم ده الهواء وقف خالص يا خدست البابا لدرجة إننا مش قادرين يتنفس يا مريمينة هو أحنا بلقولك تسكت الزوبعة توب تسكت الهواء كله يا بركة يسوح يا بركة يسوح ده الهواء رجع يتحرك وبقى ناسيم جميل طباك يا مريمينة طباك يا سيدنا البابا كرولس أنا كنت مستغرب اللي حصل مع أخوك لكن بعد اللي سمعته منك حاسس إن ده شيء عادي جدا بالنسبة لما كانت البابا كرولس عندي رب المجد وبرغم القامة الروحية دي كان في منتهى الودع والبساطة يعني مثلا في مرة كان سيدنا بيدورب البخور في الكنيسة وقت صلاة رفع بخور عشية وجات واحدة ست بسيطة قدمت له تلت بضاط وقالت له خدوا لي يا سيدنا وبركني هاتي يا ستي ربنا يبركك مسلوقين كويس يا ست ولا يسيحوا في جيبي لا يا سيدنا مسلوقين كويس ده مرنا العشية رفاقية يا ابني شفت أكتر من كده بساطة واتضاع وكان لما يستقبل حد من الأباء الأسقفة أو المطارنة اللي أقدم منه في الرسامة يسيب كرسي ويستقبله عند الباب ويقعده جنبه وكان بيحب ولاده في الخدمة جدا ما كانش يعرف إن واحد من الأباء الأسقفة مريض إلا ويروح يسأل عنه لما يكون موجود في القاهرة ويسأل عن صحة الكهنة بالتليفون ويبعث اللي يتطمن عليهم ده غير إنه كان لما يصلي مع كاهن يطلب منه الحل فطبعا الكاهن كان يتحرج فسيدنا يصر ويقوله قول يا بونا قول حللني يا ابني ده راجل جميل بشكل في كل شيء سلوكه وخدمته وعلاقته بربنا صحيح البابا كيرولوس العجيبي زي مرمين العجيبي بالزبط كان فاتح بابه لكل الناس وكل الزوار مهما كان تعبان أو مريض وفاتح قلبه لكل ولاده يغمرهم بالبركة والشفاعة والإرشاد حياته كلها كانت مليانة بالسمو والروحي مش بس كده دي حياته كانت مليانة بالإنجازات وكان عصره من أزهى عصور الكنيسة ازاي يا أستاذ كامل احكيلي يا دي حاجات كتير قوي زي إنه جدد الكاتدرائية المرقوسية في كلوت بيه وتم في عصره عمل الميرون المقدس وكان احتفال كبير وحط حجر الأساس للكاتدرائية المرقوسية الجديدة وفي عصره رجع جسد مريمور أسلى أرض مصر وبقى جسد وراس الكروز العظيم في أرض مصر وسبب بركة ليها والشعبها وده كان بمجهود كبير من البابا كيرولوس اللي كانت ليه سمعة كبيرة على مستوى العالم كله أنا عرفت قبل كده إنه كان أول بابا يهتم برسم أسقفة مش مطارنة ورسم أسقفة للخدمات وكان منهم قدست البابا شنودة والبابا كيرولوس هو اللي رسمه أسقف بنفسه وده كان عمل بيدل على تفتح وعمق وحصل في عهده كمان حاجة عظيمة جدا مصر كلها تكلمت عنها والحاجة دي هي تجلي السيدة العزراء في كنستها في الزتون في 2 إبريل 68 ووقتها أصدر المقر البابوي بيان بعد حدوث الظهور بأكتر من شهر في يوم 4 مايو وده بعد دراسة وبحث دقيق أمر بيه قدست البابا واتزاع البيان لكل وكالات الأنباء في مصر وبرة مصر ده تشريف كبير من ربنا القديس ومن الست العدرة لواحد من قديسين القرن العشرين عشان تكون شهادة وتشريف وعاشت الكنيسة في نهضة روحية عالية وكانت في عصر مجيد لها خليلا يحترامه تأدير من الجميع يعني مثلا كان عنده علاقة جميلة جدا وقوية بالرئيس عبد الناصر فمرة كان البابا في زيارة للرئيس عبد الناصر ولما جه البابا يمشي الرئيس هناء بعيد جلوسه على كرسي مري مرقس فالبابا شكره وحط إيده على صدر الرئيس وقال له أنا حاطت إيدي على يد الله لأنه مكتوب عندنا إن يد الله على قلوب الرؤساء والحاجة الجميلة إن الرئيس بعت في نفس اليوم مندوب رسمي للبابا يعلن له عن ارتياحه لزيارة قدسته وقال له إن الرئيس كان بيحس بألم في صدره لكن الألم ده راح تماما لما قدست البابا حط إيده على صدر الرئيس معجزة البابا كيرولوس ده ينبوع تعزية وشفاء وبركة وبعد سنين طويلة من الرعاية لشعبه وخدمته بكل قلبه وفكره راح للبابا كيرولوس وكان عارف قبل انتقاله بالروح وقت رحيله لأنه قبل رحيله بخمس سنين كان فيه واحد بيمدح أعماله ومشروعاته وبيدعيله بطلط العمر أم قال له كلها يا ابني خمس سنين يعني كان عارف وكان بيعزي ولاده دايما في آخر أيامه وكان دايما يقول لهم شدوا حلكم والرب يدبر أموركم وربنا يرعاكم ويومني يحتو جالوا السواق بتاعه طلب منه البركة وسأل عن صحته فقال له يا ابن أنا خلاص زهقت أنا عاوز أسافر إحنا مسافرين يا ابن وكان لصة عزمي فاكر إن سيدنا قصده السفر للدير لكن ده ما كانش قصده كان قصده السفر للسماء السفر لرب المجد يوم التلاتة سعى مارس 1971 رحل البابا القديس الطباوي كولولوس السادس وسكن السماء وآخر كلام قاله رب معاكم رب يدبر أموركم وسافر بجسده لكن لسه معانا بصلواته وشفعته عننا قدام عرش النعمة ومعجزاته اللي بيعملها مع ولاده اللي حبهم وهو على الأرض وفضل يحبهم وهو في السماء وحيفضل البابا كيرولوس ينبوع تعزية وبركة لكل ولاده اللي بينادوه أو اللي بيزوره جسده الطاهر في حضن حبيبه القديس ماريمين العجيبي في ديره اللي بناه قداسة البابا على إيده في ماريوت ربنا ينفعنا بصلوات وشفاعة قداسة البابا كيرولوس السادس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة